السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم رامي بيك وهذه مجرد معلومة البلوكتشين اللي كان السبب في ظهور العمل المعمى ايش هو كيف بيشتغل وايش استخداماته الكنولوجيا ثورية قد تغير طريقة التعاملات المعروفة حاليا في العالم خاصة الامور اللي إلها علاقة بنقل الملكية والفلوس طبعا إلو استخدامات أكثر من هيك بكثير لكن اليوم خلينا نركز على موضوع نقل الملكية خلينا أشرح لك شوه البلوكتشين عشان تفهمه بطريقة مبسطة حابب أن أوه أن فيديو اليوم مش تقني الفيديو اليوم للناس العاديين اللي ما لهم علاقة بالتقنية عشان يفهموا إيش البلوكتشين اللي راح يضطروا في يوم الأيام يتعاملوا فيه ولا حتكلم لا على البتكون ولا الإيثريوم ولا اللايتكون ولا غيرها من العملات المعمى لأنه مش موضوعنا عشان تفهم شو البلوكتشين خلينا أعطيك إياه بأمثلة بسيطة عشان تطلع بالنهاية بتصور عام لفكرة البلوكتشين وكيف ممكن يشتغل وكيف ممكن تستفيد منه أو العالم يستفيدوا منه لأنه ببساطة إذا العالم بلش يستخدم البلوكتشين وإحنا ما استخدمناها حيصير الفرق بيننا وبينهم زي الفرق ما بين الإنسان والخلية وحيدة النواة يعني كثير حنصير متخلفين كثير طيب افرض مثلا إنه شخص إيه بده يحول الفلوس لشخص بي في العالم شو لازم يعمل لازم يمسك الفلوس اللي بجيبته روحها للبنك أو جهة ثالثة حول الفلوس لهذا الشخص يعني فيه مركزية في الموضوع فيه جهة ثالثة ما لها علاقة في الموضوع لا بتعرفك ولا بتعرفه لكنها موثوقة عندك وموثوقة عنده انت بتعطيها الفلوس وهي بدورها بتعطي الفلوس في مكان ثاني في العالم هذا اسمه بالإضافة لأنه الحركة ممكن تاخد وقت طويل يومين أو ثلاثة أو ثمانية واربعين ساعة أو ساعتين يعني بس الموضوع بياخد وقت بالإضافة لأنه فيه ترانزاكشن فيه قد يكون عالي على هاي الحركة أو افرض مثلا إنك انت بدك تروح تبيع قطعة أرض تمسجلي باسمك لواحد من الناس بتروح على دائرة الأراضي أو أي دائرة تانية إلها علاقة في هذا الموضوع بتروح بتسوي التنازل هناك أمام كاتب العدل أو أمام الشخص المخول من هاي الدائرة عشان نقل الملكية منك لإله وممكن هذا الموضوع ياخد له يومين أو ثلاثة كإجراءات هذه برضو اسمها مركزية طيب هاي الأمور اللي احنا بنعرفها ونتعامل فيها بشكل يومي طيب شو دخل البلوكشين في هذا الموضوع وكيف ممكن يفيدني افرض جدلا جدلا إنه كل الأشخاص اللي في العالم سجلوا ممتلكاتهم في سجل واحد موجود على الانترنت الكل ممكن يشوف هذا السجل يعني كل الأشخاص اللي في العالم مسجلين معلوماتهم وممتلكاتهم في هذا السجل سجل واحد فقط في الشغيره كل العالم ممكن تشوفه وممكن تشوف ايش اللي مسجل فيه يعني أنا مثلا 110 دولار مسجلين في هذا السجل فلان معه 200 دولار مسجلين في هذا السجل فلان معه 300 مليون دولار مسجلين في هذا السجل وكل الناس بتقدر تشوف هذا السجل وايش مسجل فيه لو أنا اللي معي 100 دولار بدي أنقل 10 دولار من رصيدي لشخص آخر في العالم بعمل ترانزاكشن على الانترنت فلنفرض انه والله رامي بدي ينقل لمحمد 10 دولار من رصيده اللي هو 100 دولار لو رصيد رامي ما فيه العشرة دولار كل الناس اللي في العالم رح تعترض تحكي لك لا تعال ما احنا شايفين الريكورد وشايفين انه انت ما عندك هذا المبلغ او عندك قطعة ارض بدك ننقلها من اسمك لاسم شخص تاني انت بتبعت ترانزاكشن انه انا بدي انقل قطعة الارض في المكان الفلاني لاش شخص الفلاني تصير باسمه طبعا الناس اللي على النتورك عارفين انه انت ما عندك هاي الصلاحية لانه ما عندك قطعة الارض مش مسجل باسمك بهذا السجل فما بتستطيع تعمل هاي الترانزاكشن او لو كانت موجودة باسمك الناس اللي على الشبكة رح توافق وتعطي اكسبت على الترانزاكشن تنتقل هاي قطعة الارض من اسمك لاسمه تتسجل كحركة جديدة بالسجل طيب واحد هون ممكن يحكي لي يعني انا بدي اعرف بل جيتس كم عاب الظبط وكل الناس هاي لانك بتحكي انه سجل واحد موجود في العالم والكل بقدر يشوف اشي اللي موجود فيه فمعناته اكيد انا رح عارف بل جيتس شو معاه وفلان شو معاه ورامي شو معاه بحكي لك ايوه لكن مش بالظر اللي بصير انه انت عندك محفظة فيها اسمك الحقيقي وفيه لك اسم تاني وهمي او ببلك ما حدا بيعرف مين صاحبه الاساسي مربوط بهذه المحفظة على اسمك الحقيقي فانت لما بدك تعمل اي ترانزاكشن تتسجل في هذا البلوك او بهذا السجل انت رح تستخدم الاسم الوهمي فالناس هتشوف مثلا بدر رامي هتشوف اكس بي يمتلق قطعة ارض ولا عنده مئة مليون ولا كذلك فهم ما بيعرفوا مين هذا اكس بي الوحيد اللي بيعرف مين هذا اكس بي هو انت لانه داخل حسابك الشخصي موجود انه رامي هو اكس بي فلذلك نعم انت حتشوف كل الريكوردز الموجودة في العالم على هذا السجل لكنك ما رح تعرف مين الاشخاص الحقيقيين لكنك انت عارف فعليا انه اكس بي يمتلك هذا القدر من المبلغ بما انه كل شيء مسجل للعلن وكل الناس شايفينه فما في داعي انك انت والله تروح على جهة ثالثة او جهة توثق الحركة اللي انت بدك تعملها لانه كل الناس اللي على هاي النتورك رح يعملوا فاليديشن او رح يعملوا تأكيد على الحركة تبعتك على صحتها او لا من السجل اللي موجود وهذا الكلام بين في الحاجة لوجود جهة مركزية تكون مسؤولة عن توثيق الحركات اللي ممكن تصير لانه العاسل اللي على النتورك هم اللي حيكون مسؤولين عن توثيقها هالطريقة اسمها السجل المفتوح الكل ممكن يشوفه طيب افرض اجه هاكر ودخل على هذا السجل وصار يغير فيه من الروت ينقل من كلية من فلان لفلان ومن فلان لفلان ومن فلان لفلان مش هذا اسمه ريسك برضو وهنا ايجا دور البلوكتشين او البلوكتشين لجر ايش يعني بدل ما يكون فيه سجل واحد موجود في العالم الكل بيطلع عليه لا رح يكون كل واحد من الاشخاص اللي في العالم معا سجل عن كل الحركات اللي صارت يعني كل الناس ما حسجل نسخة الها هي يعني لو رامي بدي حول الفلوس لأي شخص تاني في العالم هاي الترانزاكشن لازم تمر على هدول الناس يشوف الريكورز الموجودة معهم ويطابقوها هالرامي عنده الفلوس اللي بدي يحولها ولا لا اذا عنده الفلوس بيعملوا عليها وبتمشي العملية اذا ما عنده فلوس بنعملها وطبعا انه هون بدي انوه واذكر لك انه الاشخاص مش فيزيكي اللي بتفرجوا بيطلعوا الريكورز من جيبتهم ويصيروا قارنوها لا اجيزة الكمبيوتر تبعتهم اللي موصولة على النيتورك يكون عليها ابليكيشن معينة هي اللي بتتأكد من صحة هاي المعلومات او لا واذا نعمل عليها كل الريكورز اللي موجودة في العالم تتسجل فيها ترانزاكشن جديدة ويظلها محفوظة عند هدولة الاشخاص يعني هيك الهاكر لو بدي يفوت يغير بهاي السجلات او يغير بالقيم اللي موجودة فيها بدي يضطر يفوت على كل السجلات اللي موجودة بين ايدين العالم وغير عليها واحد وواحد وهذا شي طبعا مستحيل خليني ارخص لك الموضوع مرة تانية كل واحد في العالم عنده سجل محطوط في جيبته تخيل هيك الموضوع مسجل فيه كل الملكية اللي لأي شخص في العالم فلان عنده سيارة فلان عنده بيت فلان عنده فلوس مسجلي معاه ومحطوطة في جيبته كل واحد من الناس عنده نسخة طبعا الى انت بتعرف فلان ولا فلان بيعرفك لكنه بيعرف انه اكس بي اللي مسجل عنده عنده هاي الملكية لو شخص بدي يعمل حركة وينقل فلوس من مكان لمكان في العالم لازم تمر هاي الحركة على شغلتين اساسيات الشغلة الاولى تمر على الناس هذولا ويتأكدوا فعلا انه سجلاتك مطابقة وانت تملك الفلوس عشان تحولها بعدين يعطوا عليها confirmation عشان الحركة تتم الشغل التاني بتم تسجيل ريكورد جديد انه فلان حول لفلان فرصيد فلان نقص ورصيد فلان زاد دون الحاجة انك تروح لبنك او جهة ثالثة عشان تعمل الترانزاكشن ابدا ما في داعي انك تروح لجهة ثالثة عشان تعطيه فلوس وروح حولها للشخص التالت ابدا انت بتعملها direct والناس اللي على النتورك اللي لا انت بتعرفهم ولا هم بيعرفوك بيعملوا عليها confirmation اذا فيه بيعملوا عليها reject اذا ما فيه كل مجموعة من الحركات بتتسوى بتسجل في ريكورد وهذا الريكورد بتسكر بعدين تبدأ الحركات التانية الجديدة تسجل بروكورد تاني وبرتبطوا ببعض وبيسموهم blockchain يعني ريكوردز مربوطة في بعض عن طريق سلسلة مرة تانية بحب انوه انه هذا الفيديو ابدا مشتقني عشان هيك انا لا تكلمت فيه لا عن الماينينج ولا عن الهاشينج ولا عن الامور اللي هي العلاقة بالتكنولوجي انا تكلمت عنه ككونسبت عشان الناس تفهمهم اخواني انا لهون بكون خلص الفيديو اليوم اذا عجبك الفيديو لو سمحت ما تنسى شير لايك كومنت بتم او بنقطة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة ولو ما عجبك الفيديو ما رح احكي لك شو تعمل ولو بتتابع على اليوتيوب لو سمحت ما تنسى تعمل سبسكرايب للقناة وتشغل جر التنبيهات وكيد طبعا طلعت في بالك استفسارات تانية على البلوكشين حط ليها بكومنت ان شاء الله بنعمل عليها حلقة تانية شكرا للكم بارك الله فيكم نراكم السبت القادم ان شاء الله شكرا شكرا